أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتجديد تعيين حسن عبد الله محافظا للبنك المركزي لمدة عام وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام في أغسطس 2022 ثم تم تجديده له لعام آخر في السابع عشر من أغسطس 2023 ونجح حسن عبد الله خلال قيادته للبنك المركزي في القضاء على السوق السوداء للعملة كما نجحت سياساته في كبح جماح التضخم والهبوط به من مستويات فوق 40% إلى 25%